صباح الخير صباح جميل صباح كله امل متفاول. الناس هتكلم مع ربك الاول اللي بتشكك ان انا شخص مسيحي وان انا بجيب اربوار كاذبة. انا بعترب بان السيد المسيح هو الهنا ورب المجد. اله السماء والارض اللي بتقولوا عليه انه هو انسان ضعيف وانسان جبان وانسان بيقول اعمل حمام وانسان ما انت عمرك ما تفهم يعني ايه سنوية او دس. عمرك ما هتفهم ما لأي حال. فانت لو بتفهم ان الشمس كرس ما تقدرش تشوفه بعنيك. لكن تقدر الشعاع تشوفه بعنيك. تيجي تمسك الشعاع ما تشوفه قدراش تمسكه الروح القدس لكن انت عمرك ما هتفهم. الشاي عبارة عن شاي ومية وسكر. مسلا. بيتحولوا بيكون حاجة واحدة. حاجة كتيرة قوي. لكن عقلك عمره ما هيقدر يفهمه. لانك انت مش بواك الروح القدس. لكن انا ما بجيبش اي اخبار انا بجيب الاخبار المنقولة. والاخبار اللي بتتقال. ما بجيبش حاجة من دغاني. الباز يكشف وفاة الكمة زكريا بوترس بفيروس كورونا. واكد ذلك. وقال الباز خلال تقديم برنامج اخر النهار المزاع عبر فضائية النهار. انه انتشرت انباؤه عن زكريا بوترس مات. وتأكدت انه مات بكورونا. لكنها في هذا الشهر اغسطس. ولكنها يقول انها معلومة غير صحيحة. واستعرض الباز منشور تانئة بعيد ميلاده على قناته. واكد الباز ان زكريا بوترس يعاد تدويره مرة اخرى. كما يدم تدوير الزبالة لازعاج الناس في مصر. لا تدى الى ان الكيميسة البوترسية كانت قاطعة. واكدت انقطاع الى كتب الكنيسة منذ 18 سنة. وانه لا يعبر عن جموع جموع المسيحيين. ولفت الباز الى ان الكنيسة الانجلي اصدرت بيانة اكدت به ان المصريين صف واحد. وجاء في البيان واذا كنت لا تستطيع ان تحب من تراه. فكيف تحب من لا تراه. فإشارة الى الله. وماذا قال او ماذا فعلت الدولة عن الشيخ مبروك عندما اهانى وقرح السيد المسيح. في الموعزة عن الجبل. لم نسمع شيئا غير انه خرج عندما علم الكل ينقلب عليه. خرج واصبح يعني مش عايزة اقول انه هو اه. ولكن الاخبار المضحقة الاقصر تحقن الكلام الذي يقال عن ابونا زكريا بطلس. ما زكاله. ملاغ يتهم زكريا بطلس بازدراء الاديان. تقدم المستشار محمد السحيمي بملاغ النائب العام للمستشار دماذا او حماد الصوي ضد القصيص زكريا بطلس باتهام بازدراء الاديان. والاساءة لرسول الاسلام. وتكرم المستشار السحيمي بملاغه ضد زكريا بطلس. اننا بوجئنا. يوم 13 مجمبر سنة 2021 بهزاعة الكاهن زكريا بطلس يديو. يسيء للنبي عليه افضل السلام والسلام. الصلاة والسلام على اليديو. حيث حاول خلال البترة السابقة. بعض الموت. الناس او الاشخاص ادخال الدين كسطار للرغبة في الشهرة. معتدين على اشهر الخلق. ومن ضمنه لا المشك في حقي على اقتراف افعال. تخالب احكام الشريعة الاسلامية. اين القانون المصري واين القانون الدولي. البلاغ تضمن ايضا. كنت الافعال تمثل بالحديث على اشهر الخلق وسيدهم. وان اول من يكون. وكان ذلك على الملأ. وعلى مرأة ومصنعة للقادي. وكل شيء والصغير بجمورية تمصل العربية. اخرين. وهو ما يسيء. الى سمعة جمهورية تمصل العربية. بخلبيتها الاسلامية والعربية. وترصها العريك. ويحد من قدرها بين دول العالم الاسلامي والعرب. واكد السعيم ببلاغه ضد زكريا بطرس. انه لما كانت تلك الافعال التي اقتربها المشكو بحقه. تخارب النصوص القانونية. الاتب ينهى نصة المدى الثانية من موسيقى التعديلات الدستورية الصادرة بيناير الفين والبعطرس. على ان الدين الاسلامي هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية. ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس للتشريع. لما كان ذلك وتدريما للنص الدستوري. فضلا عن اعمال مختضى الاية ساربة الزكر. فقد حدد القانون العقوبات مجموعة من الافعال التي اذا اتاها الشخص او الترفع يؤلم ويعاقب بالعقوبات المقررة لكل بعد. وحيث ان المشكو بحقي اصبح اسمه معروف للعام. بعد ظهوره ببرامج القانونات الحياة الفضائية التبشيرية في الفين وتلاتنشر. والتي تعمل على انتقاد الدين الاسلامي ورسوله. باسلوب ما اعتبره المسلوب اسلوبا تحجميا غير لائق. واصار الكثير من الجدل. ولم يرضى الكثير من الاشخاص الكثيرين لذلك. مما ادى الى تناول موضوعا في بعض البرامج الاجتماعية. وتم اقابة برامجه على قناة الحياة التبشيرية. في يوليو الفين وعشرة. وابلغت منظمة جويس ماير التبشيرية وهي منظمة تبشيرية امريكية تعمل بالشراكة مع قناة الحياة. وابلغت قناة البي بي سي العربية. انها ستوقف بس برامج زكريا بطرس في رسالة جاء نصها. وسيط المنظمة في الشرق در الاوسط. ابلغ بان قناة الحياة التبشيرية قد قررت التواقب عن بس برامج الكمة الزكريا بطرس. وان هذا الشهر هو الاخير لبرامجه على شاشة القناة. وجاءت رسالة منظمة جويس ماير الى تلفزيون بي بي سي عربي. في اطار اعداد القناة لفيلم وصائقي. عن المتدررين في العالم العربي ضمن سلسلة برنامج. ما لا يقال الوسائقية. وقد سعي بريق البرنامج الى لقاء المسؤولين في قناة الحياة التي تعمل في سرية تم. وتحيط العاملين بها باجراءات امنية مشددة. ليستفسر منها عن تفاصيل اسباب اقاب برامج زكريا بطرس. غير ان الرد على كل محاولات البريق. كان يقابل بالربض من قبل المسؤولين عن القناة. متحجدين بان ذلك يعود لازباب امنية. ومن ثم توديه بريق عملنا البرامج الى منظمة جويس ماير. لعلاقة الشراقة الموجودة. بينها وبين قناة الحياة التفشيرية. لكنها رفضت بدورها. واطلق في ابريل 2011 قناة جديدة خاصة باسم الفادي تبس من امريكا. شاب شاب يقول اقوار شاب مسيحي يقول لا فرق بين مسيحي ومسلم. وضوط الوقيع على هذا زكريا بطرس. ماذا قال هذا الشاب? ازمة جديدة اصرار كم الزكريا بطرس. تهدد الفتنة طائفية. از ظهر زكريا بطرس في ميديو ويادم رسول الاسلام. وزعر بكلامه ان المسلمين يكتشفون يوميا اخطاءا للرسول. وانتشر الميديو كنار بالعشيم على مواقع التواصل الاجتماعي. استصدر هشتاك عقبه زكريا بطرس على مواقع التواصل الاجتماعي. ورد الشاب المسيحي مينا صلاح على صفحته في نقاط توضحية على المدعي زكريا بطرس. مرتزق يقيم خارج مصر منذ سنوات طويلة بالولايات المتحدة الامريكية. لا داعي للشتيمة والاهانة. يتخذ من احدى الشاشات مسيرا او منبرل لبسة السموم والوقيع وههانة الاستلهام. والابطراء عليه بالاكاديم وهو ما تربضه الكنيسة. نعم الكنيسة تربض دا كريح اي شخص. لا يصرح له بالخدنة في برايتون. جنوب لندن في انجلترا. مشروح من الكنيسة الكبتية الارزيوسية. يعني مركوض اي مقال. ليس عضوا حاليا بالكنيسة الكبتية الارزيوسية. غير مسموحة له بممارسة اي نشاطات الكنيسية. ليس مسموحة باي اخترافات او ممارسة اي من الاسرار المقدسة. حصل قرارات قداسة البابش المدى السارس والمجمع المقدسة. محزور لقاءاته ومؤلفاته. الرد الزية الذي يظهر به خاص لرجال الدين. وهو يعتبر ليس رجل الدين وبذلك عنه هو منتحى صفته كائن. مرانا وتكرارا اكدت الكليسة ربضها القاطع لما يقدمهم. وحذرت الدوائر الداخلية بالكلائس من مشاهداتهم ومتبعاتهم وباسم جموع الاقباط ونركض اهانة رسول الاسلام. ربدا تمن لا مساسة بالكتر السماوية والاديان والانبياء. والله ان المسلمين بوطننا اقرب الاقربون لنا ولكلوبنا. كل الاحترام لكل احب انا واهلانا واخوتنا المسلمين واصحابنا. تربينا معا سويا وكبرنا سويا. تعلمنا وعملنا وتوحدت مبادئنا وابكارنا. وتقاصلنا. خفزنا وبرحنا وحبزنا. ما تعلمنا ما بعد. ونجحنا وكسبنا. لا برقى مسيحي ومسلم. وبوتوا الوقيع على ذكرية بوترس. هذا كل ما يقال. ولكن نعلم جيدا ان هناك اشخاص يحاولون كل المحاولات. الوقوع بيننا وينها. كما رأينا من قبل ما هم الاخوان والسلبيين وما هم الداعشين. عدو الاسلام زكريا بوترس شاز منسية. هذا ما قيل ان الذين قبروا ينفقون اموالهم ليسدوا عن سبيل الله. فسينفقنا ثم تقول عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين قبروا الى باننا محشرون من الافعال الانفال ستة وتلاتين. عقبا ان كنت لم اعرضها. وقال عز وجل ومن اصدم المهم اكد الاعلاني محمد الباز. وقدم برنامج اخر النهار. على فضائي القناة النهار. ان الكثير سكرية نأسب لهذا القول. وذلك عبر وصيقة نشوها. وترجع الوصيقة لعام الفين ودين. حيث ارسلت الكنيسة الاسترالية الى الكنيسة المصرية تقول ان المواطنة بات عدل خير بولاية تشكو الكم الزكريا بوترس. بانه متحرش بنجلها جورج يوسيب اسكندر. حيث يدوى على اماكن حساسة بجسمه. وضغط عليها بشدة. واوضحت ان المواطنة كانت ستبلغ الشرطة الاسترالية بهذا الموضوع. لكنهم اقنعوها بعدم فعل ذلك. لان هذا الموضوع سيكون رضيحة للكنيسة المصرية. اقوال غير صحيحة وغير ومنقولة بالخضاء. اكيد مية بالمية. الوصيقة الكنيسية تؤكد هذا الكلام. لم تؤكد هذا الكلام. والتي بيها يشتكي اسكو بستروليا الانبا دانيال. من هذا الشخص لم تؤكد هذا الكلام. التحرش بذكر ببريتن حيث قام بوضع هذا على احد المناطق الحساسة بيسمه وضغط عليها. لن نؤكد هذا الكلام. جلب عاهرة تمارس الرزيلة داخل الكليسة ويأخذ منها مقابل الندي. كل هذا كلام مشوش. كل هذا كلام لا ليس له صدق. كل هذا كلام ليس لهم اي تأكيد. ولكن الكل يبحث عن فضائح للكائم زكريا بطرس. حقيقة الامر. الامر الذي اضبح فيه مزل وذل. احبائي وعزائي. اشكركم على كل محبتكم. وعلى كل ما كناه لكم. انا في خدمتكم دائما ومستعدة لكل الاستعداد. ان اقابل الاعانة. ان اقابل الشتيمة. صاحب النهابة الحبر الجليل الانبى بشهوه مطران دمياد وسكرتير المجمع المقدس. ورئيس دير العفيبة الشهيدة دميادة. وقد اشتكى في عشر خمسة سنة تسعة وتسعين. جاءني شكوى من فات عدلي خيري من شعب كنيسة الانبى ابراهام ببرايتون تشكو بيها من اعتداء القمو الزكريا على ابنتها. في تمانية وعشرين الفين واحد. ابلغ احد المخلصين من شعب كنيسة الانبى ابراهام بان القمو الزكريا اتى بفتاة من قصور اسيوية. واخذها في احد الغروف المحقب الكنيسة. لم نؤكد هذا الكلام. فضائح اسرته التي تجلب. لم نؤكد هذا الكلام. ولكن ليس دباعا عن الاب المحترم ابونا زكريا مترس. الاب المبجل. ولكن لان اخوتنا المسلمين لهم كل الاحترام. لهم كل الحب. لهم كل الاشياء. لاننا من اب واحد ابونا ادم وام واحدة امنا حوام. انتظر وانظر الى اصابع. لن تجدوا صابع مثل الاخر. اللهم خلقنا مختلفين. لنكمل بعضنا. الله خلق عقولنا مختلفة. من اجل ان نكمل بعضنا. خلق الضعيف. وخلق القوي. خلق الذي يبصد. والخلق الذي اعمى. خلق المفكر. وخلق الجاهل. خلق الطبيب. وخلق الجاهل. وخلق كل انسان مختلف. لنكمل بعضنا. شكر احبائي واعزائي. مع اعتزاري لكل اخوتنا المسلمين. ان كان هناك اي تشوق. او يدينوا. اي شخص مسلم. لانني اعتز بهم. اعتز بصدقتي وباخوتي لهم. شكرا لكم احبائي واعزائي. وتمنى لكم كل الخير والسلام. وسلام الرب يكون معكم. آمين. مساء الخير احبائي واعزائي. العجيب. وما العجب. ما فعلته بينا مع القص زكريا بطلس. زكريا بطلس. هو قمس. قبطي. مسيحي. ارج سوكس. ولد في عام الف تسانية اربعة وترتين. والترشب في شبين القرم. وتم نقله الى طنطة. ثم رجع الى كنيسة ماري مرقص في القاهرة. وعمل عمل كائنا في استراليا السنة 92. ثم عادة الى مصر. ثم عادة لانجلترا. واشتغل في انجلترا. ودرس في كلية الاداب وحصل منها على لصنص التاريخ. اثر في تكوين شخصيته. واتجاهه. ورص عن اخيه انجيل الذي اصبح انجيل بطلس سنة بعد. اعطته مجلة جائزة دانيال العام عن برنامجه حوار الحق سنة 2008. وصفته صحيفة الانسان الجديد بعدو الدين الاسلامي رقم واحد. كما وضع تنظيم القعدة مكافأة لحوالي ستين مليون دولار لمن يقتله. بطلس زكريا او زكريا بطلس يطلق باسم فايز بطلس اربعة وعشرين اغتوبر سنة اربعة وتلاتين اتولد. بكفر الدوار محافظة البحيرة مصر. اقامته بالولايات المتحدة الامريكية. الجنسية مصري. الديانة مسيحي قبطي ارجوزوكس. المهنة كمس. اللغة الامة لهجة مصرية. اللغات هي العربية والانجليزية. اصبح اسمه معروف للعامة بعد ظهوره في برنامج او برامج لقناة الحياة الفضائية التبشيرية سنة الفان وثلاثة. والتي تعمل على انتقاد الدين الاسلامي ورسول الاسلام. باسلوب يعتبره المسلمون اسلوبا تحجميا. غير لائق اصار الكثير من الجدل. ولم يرد الكثير من المسلمين. مما ادى الى تناول موضوعها في بعض البرامج الاجتماعية كما حزيت باهتمام وتغطية من قنوات عالمية. وفي يونيو من العام الفين وعشرة. ابلغت منظمة شويس ماير التبشيرية. وهي منظمة تبشيرية امريكية. تعمل بالشراكة مع قناة الحياة. التي ابلغت قناة البي بي سي عربي. انها ستوقض بس برامج زكريا بطرس في رسالة جاء فيها. انها وسط المنظمة في الشرق الاوسط. ابلغت ان قناة الحياة التبشيرية قد قرر التوقف عن بس برامج القمص زكريا بطرس. وان هذا الشهر هو الاخير لبرامجه على شارع هنا. جاءت رسالة منظمة جويس الى تلفزيون البي بي سي عربي. في اطار اعداد القناة لفن وصائقي عن المتنصرين في العالم العربي. ضمن سلسلة برنامج ما لقال الوصائقية. وقد سمي بريق البرنامج الى لقاء المسئولين في قناة الحياة. التي تعمل في سرية تامة. وتحيط العاملين بها باجراءات امنية متشددة. ليستفصل منهم عن تباصيل ازباب اقاب برامج زكريا بطرس. غير ان الرب على كل محاولات الفريق. كان يقابل بالرب من قبل المسئولون عن القناة. متحجبين بان نزال كرابع لازداب امنية. ثم توجه فريق وعمل البرنامج الى منزمة جويس ماير. لعلاقة الشراكة الموجودة بينها وبين قناة الحياة. ولكنها رفضت بدورها. امتتاحة قناة جديدة. قام في ابريل 2011 باطلاق قناة جديدة خاصة باسن الفادي تبس بامريكة الشمالية. وهي تبس الان في الشرق الاسد. وردود فعل اخوتنا المسلمين. ادى اسلوب القمس الى خلق سخط عام من قبل اخوانا المسلمين. وكثير من المسيحيين. مما حدا بعض الاساقف الى التحذير منه. وبتصريح للبابة شنودة بان اسلوب الذكرية بطلس غير مرضي وان مشاكله لا تتعلك بالهجوم على الاسلام وحسب وانما بمفهوم للخلاص واعتقاده بالخلاصة في لحظة. الردود والمناظرات. ادى اسلوب الكمس في حوار الاخر الى عرض مجموعة من المثقفين. وطلبت العلم المسلمين الرد على الكمس وذكرية واخرين قرروا ان يتجاهلوا. وكان ابرز من قام بالرد عليه الكاتب المصري ابو اسلام احمد عبدالله والدكتور ابراهيم عود ومصطفى السابت ومحمود القاعود والدكتور عبدالله البدير او البدر كما اتعى بعض هؤلاء القمس الى مناظرة النفتوحة. في مكان المحايد كالاذاعة او الدرد الزير او بالتك. ومنهم الشيخة وسامة عبدالله وخالد الجندي الذي يتعم زكريا بطرس بالتعرض من المناظرة. مما جعله يصرخ في حوار له مع العربية انه مستعدا لازيل المناظرة على ان تكون في مصر. رد بطرس بعض المناظرات قام ابو اسلام احمد عبدالله لدعوة زكريا بطرس لمناظرة على ان تكون في مصر. وان لا يخطئ بطرس في حق الاسلام الا انه رفض مبررا ذلك لازباب الامنية. مطالبات باسقاط جنسية قام المحامي المصري نبيه الوحش بتقديم انزال لرئيس المزراء. السابق احمد نظيف ورئيس الداخلية السابق حبيب العدلي والبابا شهود مطالبا باسقاط الجنسية المصرية عن زكريا بطرس. لاخلال بطرس من استقرار وامن مصر في الداخل والخارج. واعتبر ان ايانة الاسلام كالخيانة العظمى. وقال انه اذا لم يتهم تنفيذ ما جاء بالانزار سيقوم باللجوء الى محكمة الخضاء الاداري لمجلس الدولة لاستخدار حكم باسقاط الجنسية المصرية. طلبات للقبض عن طريق الانتربول. قاد محامي مصري رئيس الجمهورية وزير الخارجية والداخلية والاعلام النائب والعام لعدم التحرك لمواجهة زكريا بطرس. مطالبا رئيس الجمهورية السابق حسن مبارك العلاقات الدبلوموسية مع الدولة التي تصدر منها بس قناته. وطلب سبيل هذه الدولة من مصر وسحب السبيل المصري منها. وطالب وزير الداخلية السابق حبيب العدل بتكنيب الانتربول الدولي بالقبض على بطرس وضرحين الى مصر. لمحاكمته كما طالب وزير الاعلام السابق وانا سبقي ان يصدر امر بمنع بس قناته. سابقا قام اربعة محاميين بالمطالبة بنفس الشيء. دعواتا لقطنين. دعا تنظيم القاعدة الى قتل زكريا بطرس وضعا على رأس ستين مليون دولار. فيينة. كان سيكون محاضرة في فيينة يوم ستة مايو الفين وعشر. لكن خلغي المؤتمر بعد ان وصلت تهديدات اسلامية كثيرة بالعمق. هذه المحاضرة كانت من المفترض ان يكون اول ظهور عام له في اوروبا سابقا رصد القاعدة مبلغ قدره ستين مليون دولار لمن يفتله. احبائي واعزائي لكم مني كل الحب والتغيير وسلام الرب يكون معكم امين. ولنا كل السلام لكل اخوات المسلمين. وان شاء الله تكون علاقتنا علاقة جيدة وعلاقة محدة اشكركم على كل اشتركوا في القناة. 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 شعاع ماشي. قدراش تمسكه الروح الكدس. لكن انت عمرك مهدفها. الشاي عبارة عن شاي ومية ويسكر. مسلا. بيتحولوا بيهو حاجة واحدة. حاجة كتير قوي. لكن عقلك عمره ما هيقدر يفهمه. لانك انت مش جواك الروح الكدس. لكن انا ما بجيبش اي اخبار انا بجيب الاخبار المنهولة. والاخبار اللي بتتقال. ما بجيبش حاجة من دماغي. قلبي يبشي. وفات الكم الزكريا بوترس بفيروس كورونا. واكد ذلك. وقال بات خلال تقديم برنامج اخر النهار المزاع عبر فضائية النهار. انه انتشرت انباءه عن زكريا بوترس مات. وتأكدت انه مات بكورونا. لكنها في هذا الشهر اغسطس. ولكنها يقول انها معلومة غير صحيحة. واستعرض دلباجه منشور ثانية بعيد ميلاده على قناته. واكد البازة ان زكريا بوترس يعاد تدويره مرة اخرى. كما يدم تدوير الزبالة لازعاج الناس في مصر. لا بدأ الى ان الكنيسة الانجليزية قاطعة. واكدت انقطاع الى قطب الكنيسة منذ 18 سنة. وانه لا يعبر عن جموع جموع المسيحيين. ولفت البازة الى ان الكنيسة الانجليزية اصدرت بيانة اكدت فيه ان المصريين صف واحد. وجاء في البيانة اذا كنت لا تستطيع ان تحب من ترى. فكيف تحب من لا ترى. فاشارة الى الله. وماذا قال او ماذا فعلت الدولة عن الشيخ مبروك عندما اهانى وجرح السيد المسيح في الموعزة عن الجبل. لن نسمع شيئا غير المو. خرج عندما علم الكل ينقلب عليه. خرج واصبح يعني مش عايزة اقول انه هو. ولكن الاخبار المضحقة الاقصر. تحقن. الكلام الذي يقال عن ابونا زكريا بطلس. ما زكاله؟ بلاغ يتهم زكريا بطلس بازدراء الاديان. تقدم المستشار محمد السحيمي ببلاغ النائب العام للمستشار دبادة او حماد الصوي ضد القصيص زكريا بطلس باتهامه بازدراء الاديان والاساءة لرسول الاسلام. وتكر المستشار السحيمي ببلاغه ضد زكريا بطلس اننا فجئنا يوم 13 نبمبر سنة 2021 بهزاعة الكاهن زكريا بطلس ييديو يسيء للنبي عليه افضل السلام والسلام. الصلاة والسلام على اليديو. حيث حاول خلال البطل السابقة. بعد الموت الناس او الاشخاص ادخال الدين كسطار للرغبة في الشورى معتدين على اشهر الخلق. ومن ضمنه لا المشكو بحقي على اقتراب ابعال تخالب احكام الشريعة الاسلامية. اين القانون المصري واين القانون الدولي. البلاغ تضمن ايضا. تلك الافعال تمثل بالحديث على اشهر الخلق وسيدهم. وان اول من يكون. وكان ذلك على الملأ. وعلى مرأة ومصنعة للقاضي. وكل شيء والصغير بدموري تمصل العربية. وهو ما يسيء الى سمع الجمهورية تمصل العربية. بخلفية الاسلامية والعربية. وترسها العريق. ويحد من قدرها بين دول العالم الاسلامي والعرب. واكد السعيم ببلاغه ضد زكريا بطرس. انه لما كانت تلك الافعال التي اقتربها المشكو بحقي تخالب النصوص القانونية. الاتبا ينهى نصة المادة الثانية من موسيقى التعديلات الدستورية الصادرة بيناير الفين والبعطة على ان الدين الاسلامي هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية. ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. لما كان جالك وتدريما للنص الدستوري. فضلا عن اعمال مختضى الاية ساربة الزكرة. فقد حدد القانون العقوبات مجموعة من الافعال التي اذا اتاها الشخص او الترفع يؤلم ويعاقب بالعقوبات المقررة لكل بعض. وحيث ان المشكو بحقي اصبح اسمه معروف للعامة. بعد ظهوره ببرامج القانونات الحياة البضائية التبشيرية بـ 2013. والتي تعمل على انتقاد الدين الاسلامي ورسوله. باسلوب ما يعتبره المسلوب اسلوبا تهجميا غير رائق. واصار الكثير من الجدل ولم يرضى الكثير من الاشخاص الكثيرين من ذلك. مما ادى الى تناول موضوعا في بعض البرامج الاجتماعية. وتم اقاب برامجه على قانونات الحياة التبشيرية في يوليو 2010. وابلغت منظمة جويس ماير التبشيرية ومنظمة تبشيرية امريكية تعمل بالشراكة مع قانونات الحياة. وابلغت قناة البي بي سي العربية انها تنقبوا بس برامج زكريا بطرس في رسالة جاء نصها. وصيط المنظمة بالشراكة دل العوسط. ابلغها بان قناة الحياة التبشيرية قد قررت التواقب عن بس برامج الكم الزكريا بطرس. وان هذا الشهر والاخير لبرامجه على شاشة القناة. وجاءت رسالة معظمة جويس الى تلفزيون بي بي سي عربي في اطار اعداد القناة لفيلم وصائقي عن المتدررين في العالم العربي ضمن سلسلة برنامج ما لا يقال الوصائقية. وقد سعي بريق البرنامج الى لقاء المسؤولين في قناة الحياة التي تعمل في سرية تمة. وتحيط العاملين بها باجراءات امنية مشتدة. ليستفسر منها عن تبصير اسبهاب اقاب برامج زكريوتس. غير ان الرد على كل محاولات البريق كان يقابل بالربض من قبل المسؤولين عن القناة. متحجبين بان ذلك يعود لازبهاب امنية. ومن ثم توديه بريق عملنا البرنامج الى منظمة شويس لعلاقة الشراقة الموجودة بينها وبين قناة الحياة التفشيرية لكنها رفضت بدورها. واطلق في امريل 2011 قناة جديدة خاصة باسم الفادي تبس من امريكا. شاب يقول اقوال شاب مسيحي يقول لا فرق بين مسيحي ومسلم. مجبوط الوقيعة على هذا زكريا بطرس. ماذا قال هذا الشرق? عزمة جديدة اصر على الكم الزكريا بطرس. تهدد في فتنة طعبية اذ ظهر زكريا بطرس في مليو ويادم رسول الاسلام. وزعم بكلام ان المسلمين يكتشمون يوميا اخطاء للرسول. وانتشر المليو كنهار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي. يستصدر عشتاك عقبه زكريا بطرس على مواقع التواصل الاجتماعي. ورد الشاب المسيحي مينا صلاح على صفحته في نقاط توضيحية على المدعي زكريا بطرس. مرتزق من قيم خارج مصر منذ سنوات طويلة بالولايات المتحدة الامريكية. لا داعي للشتيمة والايهانة. يتخذ من احدى الشاشات مسيرا. او منبرا لبس السموم والوقيع وهيهانة الاسلام. والاضطراء عليه الكثير وهو ما تربضه الكنيسة. نعم الكنيسة تربض ذكريح اي شخص. لا يصرح له بالخدنة في برايتون. جنوب لندن في انجلترا. مشروح من الكنيسة الكبتية الارزوكسية. يعني مرفوض اي مقال. ليس عضوا حاليا بالكنيسة الكبتية الارزوكسية. وهيجب مسموحة له بممارسة اي نشاطات جناسية. ليس مسموحة باي اخترافات او ممارسة اي من الاسرار المقدسة. حصل قرارات قداصة البابا شمود الثالث والمجموع المقدس. محزور لقاءاته ومؤلفاته. الرد الزي الذي يظهر به خاص لرجال الدين. وهو يعتبر ليس سلطل الدين وبذلك عنه هو منتحل صفته كائن. مرارا وتكرارا اكدت الكليسة رفضها القاطع لما يقدمه. وحزرت الدوائر الداخلية بالكلائس من مشاهداته ومتبعاته. وباسم جميع الاقباط نرخض اهانة رسول الاسلام. رفضا تم من لا مساس بالكتر السماوية والاديان والانبياء والله. ان المسلمين بوطننا اقرب الاقربون لنا ولكلوبنا. كل الاحترام لكل احب انا واهلانا واخوتنا المسلمين واصحابنا. تربينا معا شويا وكبرنا صويا. تعلمنا وعملنا وتوحدت مبادئنا وابكارنا. وتقاصرنا. خبزنا وفرحنا وحزننا. وما تعلمنا ما بعد. ونجحنا وكسبنا. لا فرق بين مسيحي ومسلم. وبوته الوقيع على زكريا بطرس. هذا كل ما يقال. ولكن نعلم جيدا ان هناك اشخاص يحاولون كل المحاولات. الوقوع بيننا وبينها. كما رأينا من قبل ما هم الاخوان والسلبيين وما هم الداعشين. عدو الاسلام زكريا بطرس شاز جنسية. هذا ما قيلها. ان الذين كبروا ينفقون اموالهم ليسدوا عن سبيل الله. وسينفقونا ثم تقول عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كبروا الى انهم يحشرون من الافعال الانفال ستة وتلاتين. عبر ان كنت لم اعرضك. وقال عز وجل من اصدم ان ان اكد الاعلامي محمد الباف. وقدم برنامج اخر النهار. على فضائيا قناة النهار ان الكروف السكرية نأسب لهذا القول. وذلك عبر وصيقة رشوة. وترجع الوصيقة لعام 2002. حيث ارسلت الكليسة الاسترالية الى الكليسة المصرية تقول ان المواطنة بات عدل خير بولاية ترايتم تشكو الكم الزكريا بطرس بانه متحرش بنجلها جورج يوسف اسكندر. حيث يدوى على اماكن حساسة بجسمه. وضغط عليها بشدة. واوضحت ان المواطنة كانت ستولى بالشرطة الاسترالية بهذا الموضوع. لكنهم اقنعوها بعدم فعل ذلك. لان هذا الموضوع سيكون وضيحة للكنيسة المصرية. اقوال غير صحيحة وغير ومنقولة بالخضاء. اكيد مية بالمية. الوصيقة الكنيسية تؤكد هذا الكلام. لم تؤكد هذا الكلام. والتي فيها يشتكي اسكو بستروليا الانبا دانيال. من هذا الشخص. لم تؤكد هذا الكلام. التحرش بذكر ببرايتم حيث قال ابوضاده على احد المناطق الحساسة في اسمه. وضغط عليها. لم نؤكد هذا الكلام. جلب عائرة تمارس الرزيلة داخل الكليسة ويأخذ منها مقابل المدية. كل هذا كلام مشوش. كل هذا كلام لا ليس له صدق. كل هذا كلام ليس له اي تأكيد. ولكن الكل يبحث عن فضائح للكائم زكريا بطرس. حقيقة الامر. الامر الذي اصبح فيه مزلة ودنو. احبائي وعزائي. اشكركم على كل محبتكم. وعلى كل ما كناه لكم. انا في خدمتكم دائما. ومستعدة لكل الاستعداد. ان اقابل الايهانة. عن اقابل الشتيمة. صاحب النهابة الحبر الجليل الانباء بشهيم اصران دمياد وسكرتير المجمع المقدس. ورئيس دير العبيبة الشهيدة دميادة. وقد اشتكى في عشر خمسة سنة دسعة وتسعين. جاءني شكوى من فاتن عدلي خيري من شعب كنيسة الانباء ابراهام ببريتون تشكو بيها. من اعتداء الكومة الزكريا على ابنتها. في تمانية وعشرين الفين وواحد. ابلغ احد المخلصين من شعب كنيسة الانب ابرهام. بان الكومة الزكريا اتى بفتاة من قصور اسيوية. واخذها في احد الغروب المحقر الكنيسة. لم نؤكد هذا الكلام. فضائح اسرته التي تجلبه. لم نؤكد هذا الكلام. ولكن ليس دباعا عن الاب المحترم ابونا زكريا مترس. الاب المبجل. ولكن للك ان اخوتنا المسلمين لهم كل الاحترام. لهم كل الحب. لهم كل الاشياء. لاننا من اب واحد ابونا ادم وام واحدة امنا حوان. انتظر وانظر الى اصابع لن تجدوا صابع مثل الاخر. اللهم خلقنا مختلفين. لنكمل بعضنا. الله خلق عقولنا مختلفة. من اجل ان نكمل بعضنا. خلق الضعيف. وخلق القوي. خلق الذي يبصد. والخلق الذي اعمى. خلق المغكر. وخلق الجاهل. خلق الطبيب. وخلق الجاهل. وخلق كل انسان مختلف. لنكمل بعضنا. شكر احبائي واعزائي. مع اعتصاري لكل اخواتنا المسلمين. ان كان هناك اي تشوى. او يدينوا اي شخص مصدم. لانني اعتز بهم. اعتز بصدقتي وباخوتي لهم. شكرا لكم احبائي واعزائي. واتمنى لكم كل الخير والسلام. وسلام الرب يكون معكم. آه. بسال خير احبائي واعزائي. العجيب. وما العجب. ما فعلته بينا مع القص زكريا بطرس. زكريا بطرس. هو قمص كبتي مسيحي ارد سوكس. ولد في عام الف تسعمية اربعة وترتين. واترشب في شبين القوم. وتم نقله الى طنطة. ثم رجع الى كنيسة ماري مرقص في القاهرة. وعمل على كائنا في استراليا سنة اتنين وتسعين. ثم عادة الى مصر. ثم عادة لانجلترا. واشتغل في انجلترا. ودرس في كلية الاداب وحصل منها على لصنص التاريخ. اثر في تكوين شخصيته. اتجاهه. ورس عن اخيه انجيله الذي اصبح انجيلة بطرس سنة بعد. اعطته مجلة جائزة دانيال العام عن برنامجه حوار الحق سنة الفان وثمانين. وصفته صحيفة الانسان الجديد بعدو الدين الاسلامي رقم واحد. كما وضع تنظيم القعدة مكافأة لحوالي ستين مليون دولار لمن يقتله. بطرس اقامته بالولايات المتحدة الامريكية. الجنسية مصري. الديانة مسيحي قبطي ارجوزوكس. المهنة كوموس. اللغة الام لهجة مصرية. اللغات هي العربية والانجليزية. اصبح اسمه معروف للعام بعد ظهوره في برنامج او برامج لقناة الحياة الفضائية التبشيرية سنة الفين وثلاثة. والتي تعمل على انتقاد الدين الاسلامي ورسول الاسلام. باسلوب يعتبره المسلمون اسلوبا تحجميا. غير رائق اصار الكثير من الجدل. ولم يبدأ الكثير من المسلمين مما ادى الى تناول موضوعها في بعض البرامج الاجتماعية كما حزيت باهتمام وتغطية من قنوات عالمية. وفي يونيو من العام الفين وعشرة ابلغت منظمة شويس ماير التبشيرية وهي منظمة تبشيرية امريكية تعمل بالشراكة مع قناة الحياة التي ابلغت قناة البي بي سي عربي. انها ستوقف بس برامج زكريا بطرس في رسالة جاء فيها. انها وسط المنظمة في الشرق الاوسط. ابلغها بان قناة الحياة التبشيرية قد قرر التوقف عن بس برامج القمص زكريا بطرس. وان هذا الشهر هو الاخير لبرامجه على شاشة القناة. جاءت رسالة منظمة جويس ماير الى تلفزيون البي بي سي عربي. في اطار اعداد القناة لفن وصائقي عن المتنصرين في العالم العربي. ضمن سلسلة برنامج ما لا يقال الوسائقية. وقد سمي طريق البرنامج الى لقاء المسئولين في قناة الحياة. التي تعمل في سرية تامة. وتحيط العاملين بها باجراءات امنية متشددة. ليستفصل منهم عن تفاصيل ازباب ايقاب برامج زكريا بطرس. غير ان الرد على كل محاولات الفريق. كان يقابل بالربد من قبل المسئولون عن القناة. متحجبين بان ذلك راجع لازباب امنية. ثم توجه فريق وعمل البرنامج الى منظمة جويس ماير. لعلاقة الشراكة الموجودة بينها وبين قناة الحياة. ولكنها رفضت بدورها. انتتاحة قناة جديدة. قام في ابريل 2011 باطلاق قناة جديدة خاصة باسن الفادي تبس بامريكا الشمالية. وهي تبس الان في الشرق القصد. وردود فعل اخوتنا المسلمين قد اسلوب القمس الى خلق سخت عام من قبل اخوانا المسلمين وكثير من المسيحيين. مما حدا بعض الاساقف الى التحذير منهم. وبتصريح للباب الشرودة بان اسلوب زكريا بطرس غير مرضي وان مشاكله لا تتعلق بالهجوم على الاسلام وحسب. وانما بمفهومه للخلاص واعتقاده بالخلاصة في لحظة. الردود والمناظرات. ادى اسلوب القمس في حوار الاخر الى عرض مجموعة من المسقفين. وطلبت العلم المسلمين الرد على القمس وزكريا واخرين قرروا ان يتجاهلوا. وكان ابرز من قام بالرد عليه الكاتب المصري ابو اسلام احمد عبدالله والدكتور والدكتور ابراهيم عوض ومحمود القاعود والدكتور عبدالله البدر او البدر كما اتعى بعض هؤلاء القمس الى مناظرة النبتوحة. في مكان المحايد كالاذاعة او او بالدك. ومنهم الشيخة وسام عبدالله وخالد الجندي الذي يتايم زكريا بطرس بالتعرض من المناظرة. مما جعله يصرخ بحوار له مع العربية انه مستعدا لذيء المناظرة على ان تكون في مصر. رد بطرس بعض المناظرات قام ابو اسلام احمد عبدالله بدعوة زكريا بطرس لمناظرة على ان تكون في مصر. وان لا يخطئ بطرس في حق الاسلام الا انه رفض مبررا ذلك لازباب امنية. مطالبات باسقاط جنسية قام المحامي المصري نبيه الوحش بتقديم انزال لرئيس المزراء. السابق احمد نظيف ورئيس الداخلية السابق حبيب العدلي والبابا شهوده مطالبا باسقاط الجنسية المصرية عن زكريا بطرس. لاخلال بطرس من استقرار وامن نصر في الداخل والخارج. واعتبر ان ايانة الاسلام كالخيانة العظمى. وقال انه اذا لم يتهم تنفيذ ما جاء بالانذار سيقوم بالنجوء الى محكمة الخضاء والاداري لمجلس الدولة لاستزدار حكم باسقاط الجنسية المصرية. طلبات للقبض عن طريق الانتربول قاد محامي مصري رئيس الجمهورية وزير الخارجية والداخلية والاعلام النائب والعام لعدم التحرك لمواجهة زكريا بطرس. مطالبا رئيس الجمهورية السابق حسن مبارك بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة التي توسزر منها بس قناته. وترضى سبيل هذه الدولة من مصر وسحب السبيل المصري منها. وطالب وزير الداخلية السابق حبيب العدن بتكنيف الانتربول الدولي بالقبض على بطرس ودرحيل الى مصر. لمحاكمته كما طالب وزير الاعلام السابق انا سبيل ان يصدر امر بمنع بس قراته. سابقا قام اربعة محاميين بالمطالبة بنفس الشيء. دعواتا لقطيع. دعا تنظيم القاعدة الى قتل زكريا بطرس واضعا على رأس ستين مليون دولار. كان سيكون محاضرة في بيهن يوم ستة مايو الفين وعشرة لكن خلق المؤتمر بعدها ان وصلت تهديدات اسلامية كثيرة بالعمل. هذه المحاضرة كانت من المفترض ان يكون اول ظهور عام له في اوروبا سابقا رسط للقاعدة مبلغ قدره ستين مليون دولار لمن يفتله. احبائي واعزائي لكم مني كل الحب والتغيير وسلام الرب يكونا لكم امين. ولنا كل السلام لكل اخوات المسلمين. وان شاء الله تكون علاقتنا عالقة جيدة وعلاقة محدة. اشكركم على كل شيء. ربنا يا ربي يتمكد ويكون كله بسلام وخير. موسيقى صباح جميل صباح كله امل وتفاول. الناس هتكلم مع ربك الاول اللي بتشكك ان انا شخص مسيحي وان انا بجيب اخبار كاذبة. انا بعترض ان السيد المسيح هو الهنا ورب المجد. اله السماء والارض اللي بتقول عليه ان هو انسان ضعيف وانسان جبان وانسان بيهو يعمل الحمام وانسان ما انت عمرك ما هتفهم يعني ايه سنوية او دس. عمرك ما هتفهم ما لأي حال. فانت لو بتفهم ان الشمس كرس ما تقدرش تشوفه بعنيك. لكن تقدر الشعاع تشوفه بعنيك. بتيجي تمسك الشعاع ما تقدرش تمسكه الروح القدس. لكن انت عمرك ما هتفهم. الشاي عبارة عن شاي ومية وسكر. مسلا بيتحولوا بيكون حاجة واحدة. حاجة كده قوي. لكن عقلك عمره ما هيقدر يفهمه. لانك انت مش بواك الروح القدس. لكن انا ما بجيبش اي اخبار انا بجيب اخبار الملؤولة. والاخبار اللي بتتقال. ما بجيبش حاجة من دغاغي. الباز يكشف وفاة الكمه الزكريا بطرس لفيروس كورونا. واكد ذلك. وقال البازة خلال تقديم برنامج اخر النهار المزاع عبر فضائية النهار. انه انتشرت انباءه ان زكريا بطرس مات. وتأكدت انه مات بكورونا. لكنها في هذا الشهر اغسطس. ولكنها يقول انها معلومة غير صحيحة. واستعرض البازه منشور تانيها بعيد ميلاده على قناته. واكد البازة ان زكريا بطرس يعاد تدويره مرة اخرى. كما يدم تدوير الزبالة لازعاج الناس في مصر. لا بدأ الى ان الكنيسة الانجليزية كانت قاطعة. واكدت انقطاع الى انقطاع الكنيسة منذ ثمنتاشر سنة. وانه لا يعبر عن جموع المسيحيين. ولفت البازة الى ان الكنيسة الانجليزية اصدرت بيانة انكدت فيه ان المصريين صب واحد. وجاء في البيانة اذا كنت لا تستطيع ان تحب من تراه. فكيف تحب من لا تراه? فإشارة الى الله. وماذا قال او ماذا جعلت الدولة عن الشيخ مبروك عندما اهان وغرح السيد المسيح في الموعزة عن الجبل. لم نسمع شيئا غير المو. خرج عندما علم الكل ينقلب عليه. خرج واصبح يعني مش عايزة تقول انه هو. ولكن الاخبار المضحكة الاقصر تحقن. الكلام الذي قال عن ابونا زكريا بطرس. ماذا قال? بلاغ يتهم زكريا بطرس بازدراء الاديان. تقدم المستشار محمد السحيمي. ببلاغ النائب العام للمستشار دماذا او حمادة الصوي ضد القصيص. زكريا بطرس لاتهامه بازدراء الاديان. والاساءة لرسول الاسلام. وتقرأ المستشار السحيمي ببلاغه ضد زكريا بطرس. اننا فوجئنا. يوم تلاتاشر مجمبر سنة الفين واحد وعشرين بهزاعة الكاهن زكريا بطرس يوسيق للنبي عليه افضل السلام والسلام. الصلاة والسلام على اليوتيوب. حيث حاول خلال البطرة السابقة. بعد المرة. الناس او ادخال الدينه كسطار للرغبة بالشورى. معتدين على اشر الخلق. وبنظن اولاء المشكو بحقي على اقتراف افعال تخالب احكام الشريعة الاسلامية. اين القانون المصري واين القانون الدولي. البلاب تضمن ايضا. كنت الافعال. اصدقائي واحبائي وكل عام وانتم بخير. للاسف سوف يتم قطعة بس المباشر بعد عدة اصدقائق. وهو لاعلان المشتركين او الاعضاء الاساسيين. وذلك عن طريق السوبر شات او عن طريق اشتراكك كعضوا اساسي في القناة. احكا لفك حاجات بسيطة جدا جدا. لكن احنا ليس طمعا في المال ولكن لهدف اهداف خاصة لهدف المنشئين الذين تعبوا في هذه القناة. ومن اجل التقدير والشكر لهم. احبائي وعزائي سوف يتحول الى الاعضاء فقط. ونتطلب منكم ان تكونوا اكثر واقعية. سهموا باي مبالغ بسيطة حتى يستطيع الكل ان يشاهد القناة. اشكركم على محبتكم وعلى تدعمكم سور شات. تمثلوا بالحديث على اشرب الخلق وسيدهم. وان اول من يكون. وكان ذلك على الملأ. وعلى مرأة ومسنعة للقادي. وكل شيء والصغير بجمورية مصر العربية. اخر له. وهو ما يسيء الى سمعة جمهورية مصر العربية. بخلفيتها الاسلامية والعربية. وترصها العريك. ويحد من قدرها بين دول العالم الاسلامي والعرب. واكد السعيم ببلاغه ضد زكريا بطرس. انه لما كانت تلك الافعال التي اقتربها المشكو بحقه. تخارب النصوص القانونية. الاتب ينهى نصة المادة الثانية من وثيقة التعديلات الدستورية الصادرة بيناير الفين والبعضة على ان الدين الاسلامي هو دين الدولة واللغة العربية لغة رسمية. ومبادئ الشريعة الاستعمال مصدر الرئيسي للتشريع. لما كان جالكا وتدريما للنص الدستوري. فضلا عن اعمال مختضى الاية ساربة الزكرة. فقد حدد القانون العقوبات مجموعة من الافعال التي اذا اتاها الشخص او الترفع يؤلم ويعاقب بالعقوبات المقررة لكل بعد. وحيث ان المشكو بحقيه اصبح اسمه معروف للعام. بعد ظهوره في برامج القناة الحياة البضائية التبشيرية في الفين وتعالتاشر. والتي تعمل على انتقاد الدين الاسلامي ورسوله. باسلوب ما اعتبره المسلوب اسلوبا تحجميا غير رائق. واصار الكثير من الجدل. ولم يرضى الكثير من الاشخاص الكثيرين من ذلك. مما ادى الى تناول موضوعا في بعض البرامج الاجتماعية. وتم اقاب برامجه على قناة الحياة التبشيرية في يوليو الفين وعشرة. وابلغت منظمة جويس مايار التبشيرية هي منظمة تبشيرية امريكية تعمل بالشراكة مع قناة الحياة. وابلغت قناة البي بي سي العربية انها ستوقف بس برامج زكريا مطلس في رسالة جاء نصها. وسيط المنظمة بالشكل الاوسط. ابلغها بان قناة الحياة التبشيرية قد قررت التواقب عن بس برامج القمة الزكريا مطلس. وان هذا الشهر هو الاخير لبرامجه على شاشة القناة. وجاءت رسالة معظمة جويس مايار الى تلفزيون بي بي سي عربي. في اطار اعداد القناة لفيلم وثائقي. عن المتضررين في العالم العربي ضمن سلسلة برنامج. ما لا يقال الوثائقية. وقد سعي بريق البرنامج الى لقاء المسؤولين في قناة الحياة التي تعمل بسرية تمة. وتحيد العاملين بها باجراءات امنية مشددة. ليستفسر منها عن تبصير اسباب اقاب برامج زكريا مطلس. غير ان الرد على كل محاولات البريق كان يقابل بالربض من قبل المسؤولين عن القناة. متحجدين بان زالد يعود لعزباب امنية. ومن ثم تودى فريق عمل البرنامج الى منظمة شويس ماير لعلاقة الشراق الموجودة بينها وبين قناة الحياة التفشيرية لكنها رفضت بدورها. واطلق في ابريل 2011 قناة جديدة خاصة باسم الفادي تبس من امريكا. شاب شاب يقول اقوار شاب مسيحي يقول لا فرق بين مسيحي ومسلم. وضوط ٹلخيار مسيحي ٹلخيار ٹلخيار صباح الخير صباح جميل صباح كله امل وتفاول. الناس هتكلم عرف الاول اللي بتشكك ان انا شخص مسيحي وان انا بجيب اربار كاذبة. انا باعترب ان السيد المسيح هو الهنا ورب المجد. اله السماء والارض اللي بتقول عليه انه هو انسان ضعيف وانسان جبان وانسان بيقى يعمل حمام وانسان ما انت عمرك ما هتفهم يعني ايه سبيل او دس. عمرك ما هتفهم ما لأي حال. انت لو بتفهم ان الشمس قرص ما تقدرش تشوفه بعنيك. لكن تقدر الشعاع تشوفه بعنيك. تجي تمسك الشعاع ماشي قدراش تمسكه الروح القدس لكن انت عمرك ما هتفهم. الشاي عبارة عن شاي ومية ويسكر. مسلا. بيتحوله بيقو حاجة واحدة. حاجة كتير قوي لكن عقلك عمره ما هيقدر يفهمه. لانك انت مش بواك الروح القدس. لكن انا ما بجيبش اي اخبار انا بجيب اخبار المنقولة. والاغبار اللي بتتقال. ما بجيبش حاجة من دماغي. البازة. يكشف وفاة الكمة الزكريا بوترس بفيروس كورونا. واكد ذلك. وقال البازة خلال تقديم برنامج اخر النهار المزاع عبر فضائية النهار. انه انتشرت انباؤه عن زكريا بوترس مات. وتأكدت انه مات بكورونا. لكنها في هذا الشهر اغسطس. ولكنها يقول انها معلومة غير صحيحة. واستعرد البازة منشور تانئة بعيد ميلاده على قناته. واكد البازة ان زكريا بوترس يعاد تدويره مرة اخرى. كما يدم تدوير الزبالة لازعاج الناس في مصر. لا بدأ الى ان الكميسة الانتروسية كانت قاطعة. واكدت انقطاع الى انقطاع الى انقطاع الى الكنيسة منذ 18 سنة. وانه لا يعبر عن جموع جموع المسيحيين. ولفت البازة الى ان الكنيسة الانجلي اصدرت بيانة اكد فيه ان المصريين صف واحد. وجاء في البيانة اذا كنت لا تستطيع ان تحب من تراه. فكيف تحب من لا تراه. فاشارة الى الله. وماذا قال او ماذا جعلت الدولة عن الشيخ مبروك عندما اهانى وجرح السيد المسيح في الموعزة عن الجبل. لن نسمع شيئا غير المو. خرج عندما علم الكل ينقلب عليه. خرج واصبح يعني مش عايزة اقول انه هو. ولكن الاخبار المضحقة الابصر تحقن الكلام الذي يقال عن ابونا زكريا بطلس. ما سيقاله. بلاغ يتهم زكريا بطلس بازدراء الاديان. تقدم المستشار محمد السحيمي لبلاغ النائب العام للمستشار اماده او حماده الصوي ضد القصيص. زكريا بطلس لاتهامه بازدراء الاديان. والاساءة لرسول الاسلامي. وتكر المستشار السحيمي بملاغه ضد زكريا بطلس. اننا بوجئنا. يوم تلاتراشر مبامبر سنة الفين واحد وعشرين بهزاعة الكاهن زكريا بطلس يوسيق للنبي عليه افضل السلام والسلام. الصلاة والسلام على اليديو. حيث حاول خلال البطرة السابقة. بعد الناس او الاشخاص ادخال الدين كسطار للرغبة في الشهرة. معتدين على اشر الخلق. ومن ظن اولاء المشك في حقه على اقتراف افعال تخالب احكام الشريعة الاسلامية. اين القانون المصري واين القانون الدولي. البلاب تضمن ايضا. تلك الافعال تمثل بالحديث على اشرب الخلق وسيدهم. وان اول من يكون. وكان ذلك على الملأ. وعلى مرأة ومسنعة للقادي. وكل شيء والصغير بجمورية رسل العربية اخرين. وهو ما يسيء الى سمعة الجمهورية رسل العربية. بخلبيتها الاسلامية والعربية. وترسها العريق. ويحد من قدرها بين دول العالم الاسلامي والعرب. واكد السعيم ببلاغه ضد زكريا بطرس. انه لما كانت تلك الافعال التي اقتربها المشك في حقه. تخارب النصوص القانونية. الات لا ينهى نصة المادة الثانية من موسيقى التعديلات الدستورية الصادرة بيناير الفين 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 على ان الدين الاسلامي هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية. ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. لما كان ذلك وتدريما للنص الدستوري. فضلا عن اعمال مختدى الآية ساربة الزكرة. فقد حدد القانون العقوبات مجموعة من الافعال التي اذا اتاها الشخص او الترفع يؤلم ويعاقب بالعقوبات المقررة لكل بعض. وحيث ان المشك بحقي اصبح اسمه معروف للعامة. بعد ظهوره ببرامج القناة الحياة البضائية التبشيرية بالفين التواصل. والتي تعمل على انتقاد الدين الاسلامي ورسوله. باسلوب يعتبره المسلوب اسلوبا تهجميا غير لايك. واصغر الكثير من الجبل. ولم يرضى الكثير من الاشخاص الكثيرين من ذلك. مما ادى الى تناول موضوعا في بعض البرامج الاجتماعية. وتم اقاب برامجه على قناة الحياة التفشيرية. في يوليو الفين وعشرة. وابلغت منظمة جويس مايا التفشيرية ومنظمة تفشيرية امريكية تعمل بالشراكة مع قناة الحياة. وابلغت قناة البي بي سي العربية انها ستوقف بس برامج زكريا بطرس في رسالة جاء نصها. وصيط المنظمة في الشرق دول الاوسط. ابلغ بان قناة الحياة التفشيرية قد قررت التواقب عن بس برامج القمة الزكريا بطرس. وان هذا الشهر هو الاخير لبرامجه على شاشة القناة. وجاءت رسالة منظمة جويس ماير الى تلفزيون بي بي سي العربي. في اطار اعداد القناة لفيلم وسائقي. عن المتدررين في العالم العربي ضمن سلسلة البرنامج. ما لا يقال الوسائقية. وقد سعي بريك البرنامج للقاء المسؤولين في قناة الحياة التي تعمل بسرية تمة. وتحيد العاملين بها باجراءات امنية مشتدة. ليستفسر منها عن تبصير اذب ايقاب برامج زكريا بطرس. غير ان الرد على كل محاولات الفريق. كان يقابل بالربض من قبل المسؤولين عن القناة. متحجبين بان ذلك يعود لازبهاب امنية. ومن ثم تودى فريق عملنا البرنامج الى منظمة جويس ماير لعلاقة الشراقة الموجودة بينها وبين قناة الحياة التفشيرية لكنها رفضت بدورها. واطلق في ابريل الفين وحداشر قناة جديدة خاصة باسم الفادي تبص من امريكا. شاب شاب يقول اقوال شاب مسيحي يقول لا فرق بين مسيحي ومسلم. وضوط الوقيعة على هذا زكريا بطرس. ماذا قال هذا الشاب؟ عزمة جديدة اصراركم الزكريا بطرس. تهدد الفتنة عربية اذ ظهر زكريا بطرس في مديو وادم رسول الاسلام. وزعر بكلامه ان المسلمين يكتشفون يوميا اخطاء للرسول. وانتشر المديو قناة بالعشيم على مواقع التواصل الاجتماعي. استصدر هشتاك عقب زكريا بطرس على مواقع التواصل الاجتماعي. ورد الشاب المسيحيين صلاح على سوحة فيزبوك في نقاط توضحية على المدعي زكريا بطرس. مرتزق يقيم خارج مصر منذ سنوات طويلة بالولايات المتحدة الامريكية. لا داعي للشتيمة والاهانة. يتخذ من احدى الشاشات مسيرا او منبرل لبس السموم والوقيع وهي هانة الاستلهام. والافتراء عليه الاكاتيين وهو ما تربضه الكنيسة. نعم الكنيسة تربض ذكريح اي شخص. لا يصرح له بالخبنة ببريتون جنوب لندن في انجلترا. مشروح من الكنيسة الكبتية الارزيوسية. يعني مرقوب اي مقال. ليس عضوان حاليا بالكنيسة الكبتية الارزيوسية. وهي مسموحة له بممارسة اي نشاطات كناسية. ليس مسموحة باي خزي الاعترابات او ممارسة اي من الاسرار المقدسة. حصل قرارات قداصة البابا شمود الثالث والمجموع المقدس. محزورة لقاءاته ومؤلباته. الرد الزي الذي يظهر به خاصة من رجال الدين. وهو يعتبر ليس رجل دينه وبذلك عنه هو منتحى لصبته كائن. مرارا وتقرارا اكدت الكليسة رفضها القاطع لما يقدمهم. وحزرت الدوائر الداخلية بالكلاعس من مشاهداته ومتبعاته وباسم جموع الاقباط مربض اهانة رسول الاسلام. رفضا تمن لا مساس بالكتر السموية والاديان والانبياء. والله ان المسلمين بوطننا اقرب الاقربون لنا ولكلوبنا. كل الاحترام لكل احب انا واهلانا واخوتنا المسلمين واصحابنا. تربينا معا سويا وكبرنا سويا. تعلمنا وعملنا وتوحدت ممادئنا وابكارنا. وتقاسمنا. خفزنا وفرحنا وحزننا. وما تعلمنا ما بعد. ونجحنا وكسبنا. لا فرق بين مسيح ومسلم. وبوط الوقيع على ذكرية بطرس. هذا كل ما يقال. ولكن نعلم جيدا. ان هناك اشخاص يحاولون كل المحاولات. الوقوع بيننا وبينها. كما رأينا من قبل. ما هم الاخوان والسلبيين. وما هم الداعشين. عدو الاسلام. زكريا بطرس. شاز جنسية. هذا ما قيل. ان ان الذين كبروا ينفقون اولهم ليسدوا عن سبيل الله. وسينفقنا ثم تقول عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كبروا الى دعنم. يحشرون. من الافعال الانفال ستة وتلاتين. عفر ان كنت لم اعرضك. وقال عز وجل ومن اظلم. انهم اكد الاعلاني محمد الباذ. وقدم برنامج اخر النوار. على فضائية قناة النوار. ان الكمة الزكريا نأسب لهذا القول. وذلك عبر وثيقة نشوها. وترجع الوثيقة لعام الفين والدين. حيث ارسلت الكليسة الاسترالي الى الكليسة المصرية تقول ان المواطنة بات عدل خير في ولاية رايتم. تشكو الكمة الزكريا بترس. بانه متحرش بنجلها جورج يوسف اسكندر. حيث يدوا على اماكن حساسة بجسمه. وضغط عليها بشدة. واوضحت ان المواطنة كانت ستبلغ الشرطة الاسترالية بهذا الموضوع. لكنهم اقنعوها بعدم فعل ذلك. لان هذا الموضوع سيكون رضيحة للكنيسة المصرية. اقوال غير صحيحة وغير ومنقولة بالخضاء. اكيد مية في مية. الوثيقة الكنسية تؤكد هذا الكلام. لم تؤكد هذا الكلام. والتي فيها يشتكي اسكو بستوريا الانبا دانيال من هذا الشخص. لم تؤكد هذا الكلام. التحرش بذكره ببرايتم حيث قام بوضع هذا على احدى المناطق الحساسة بيسمه وضغط عليها. لن نؤكد هذا الكلام. قلب منعائرة تمارس الرزيلة داخل الكليسة. ويأخذ منها مقابل المدلي. كل هذا كلام مشوش. كل هذا كلام لا ليس له صدق. كل هذا كلام ليس له اي تأكيد. ولكن الكل يبحث عن فضائح للكائم زكريا بطرس. حقيقة الامر. الامر الذي اصبح فيه مزلة ولله. احبائي وعزائي. اشكركم. على كل محبتكم. وعلى كل ما كناه لكم. انا في خدمتكم دائما. ومستعدة لكل الاستعداد. ان اقابل الايانة. ان اقابل الشتيمة. صاحب النهابة الحبر الجليل الانبى بشهوه مصران دميال. وسكرتير المجمع المقدس. ورئيس دير العفيبة الشهيدة دميالا. وقد اشتكى في عشر خمسة سنة تسعة وتسعين. جاءني شكوى من فات عدلي خيري من شعب كنيسة الامبى ابراهام ببرايتون تشكو بيها. من اعتداء الكمو الزكريا على ابنتها. في تمانية وعشرين الفين وواحد. ابلغ احد المخلصين من شعب كنيسة الامبى ابراهام. بان الكمس زكريا اتى بفتاة من قصور اسيوية. واخذها في احد الغروب المحقة بالكنيسة. لم نؤكد هذا الكلام. فضائح اسرته التي تجلبه. لم نؤكد هذا الكلام. ولكن ليس دفاعا عن الاب المحترم ابونا زكريا مترس. الاب المبجل. ولكن للك ان اخواتنا المسلمين لهم كل الاحترام. لهم كل الحب. لهم كل الاشياء. لاننا من اب واحد. ابونا ادم. وام واحدة. امنا حوان. انتظر وانظر الى اصابع. لن تجدوا صابع مثل الاخر. اللهم خلقنا مختلفين. لنكمل بعضنا. الله خلق عقولنا مختلفة. من اجل ان نكمل بعضنا. خلق الضعيف. وخلق القوي. خلق الذي يبصد. والخلق الذي اعمى. خلق المهكر. وخلق الجاهل. خلق الطبيب. وخلق الجاهل. وخلق كل انسان مختلف. لنكمل بعضنا. شكرا احبائي وعزائي. مع انتظاري لكل اخواتنا المسلمين. ان كان هناك اي تشوى. او يدين اي شخص مسلم. لانني اعتز بهم. اعتز بصدقتي وباخوتي لهم. شكرا لكم احبائي وعزائي. واتمنى لكم كل الخير والسلام. وسلام الرب يكون معكم. آم. مساء الخير احبائي وعزائي. العجيب وما العجب. ما فعلته بينا مع القص زكريا بطرس. زكريا بطرس هو كنبس كبتي مسيحي اردسوكس. ولد في عام الف تسعمية اربعة وتلاتين. واترشب في شبين القرن. وتم نقله الى طنطا. ثم رجع الى كنيسة ماري مرقص في القاهرة. وعمل عمل كائنا في استراليا السنة 92. ثم عاد الى مصر. ثم عاد بانجلترا. واشتغل في انجلترا. وده بس في كلية الاداب وحصل منها على لصنص التاريخ. اثر في تكوين شخصيته. واتجاهه. ورس عن اخيه انجيل الذي اصبح انجيل بطرس سنة بعد. اعطته مجلة وارلد جائزة دانيال العام عن برنامجه حوار الحق سنة 2008. وصفته صحيفة الانسان الجديد بعدو الدين الاسلامي رقم واحد. كما وضع تنظيم القعدة مكافأة بحوالي ستين مليون دولار لمن يقتله. بطرس زكريا او زكريا بطرس يطلق باسم فايز بطرس اربعة وعشرين اغتوبر سنة تلاتين اتولد. بكفر الدوار محافظة البحيرة مصر. اقامته بالولايات المتحدة الامريكية. الجنسية مصري. الديانة مسيحي كبتي ارجوزوكس. المهنة كمس. اللغة الامة لهجة مصرية. اللغات هي العربية والانجليزية. اصبح اسمه معروف للعامة بعد ظهوره في برنامج او برامج لقناة الحياة الفضائية التبشيرية سنة الفان وثلاثة. والتي تعمل على انتقاد الدين الاسلامي ورسول الاسلام. باسلوب يعتبره المسلمون اسلوبا تعجميا. غير رائق اصار الكثير من الجبل. ولم لدينا صب واحد. وجاء في البيان واذا كنت لا تستطيع ان تحب من تراه? فكيف تحب من لا تراه? فإشارة الى الله. وماذا قال او ماذا فعلت الدولة عن الشيخ مبروك عندما اهان وقرح السيد المسيح في الموعزة عن الجبل. لم نسمع شيئا غير المو خرج عندما علم الكل ينقلب عليه.